يأتي ذلك بينما أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة تخصيص 50 مليون جنيه من الموارد الداتية للوزارة لتقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة لأهل غزة كما ثمن وزير الأوقاف المبادرة المصرية التي أطلقها رئيس السيسي لإعادة أعمار غزة فباسمي وباسم جميع العاملين بالأوقاف نؤيد بكل قوة ونسمن غاليا وعاليا مبادرة سيادة الضئيس عبد الفتاح السيسي أئيس جمهورية مصر العربية حفظوا الله بشأن تخصيص 500 مليون دولار لأعادة إعمار غزة ونؤكد أن هذه المبادرة العظيمة لا تصدر إلا من قائد عظيم لدولة عظيمة ونؤكد على سوابتنا الشرعية والوطنية تجاه المسجد الأقصى ومدينة القدس والقضية الفلسطينية